الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من رحاب المدينة المنورة روى الدارمي في سننه أن كعبا لما دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتى الحاضرون على ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من يوم يطلع إلا ينزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض يوم القيامة خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه هؤلاء الألوف من الملائكة ينزلون كل يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفوا بقبره الشريف ويضربوا بأجنحتهم أي ليتمسحوا به تبركا فمن أين لهؤلاء الجهال أن ينكروا التمسح بقبر رسول الله تبركا وهذا الحديث ثابت صحيح عند أهل السنة والجماعة وثابت أيضا عند ابن القيم الجوزية الذي تأتم به نفات التوسل فقد أورده ابن القيم في كتابه المسمى جلاء الأفهام مستحسنا له من غير أن ينكره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسر لنا أن نتوسل ونتبرك به ليل نهار إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين